وقالت رئيس المؤتمر الدولي للبرلمانين الشباب عضو مجلس النواب صحر البزار قالت إن الوفيقة الختمية للمؤتمر تسعى للتركيز على العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان وأضافت أن هذا الجيل يسعى لتحقيق العدالة المناخية في العالم هذه الوفيقة تسعى للتركيز على المناقشات الرئيسية والتوصيات والأفكار المغتقرة إن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واضحة لأن التغيرات المناخية المرتاقبة سينتج عنها معاناة وضعف أكبر نحن الجيل الذي سيحقق العدالة المناخية والذي سيكسر سوسيرة التظاهر البيئي من أجل التحرك نحو مصار أكثر استدامة دون تخلف أي شخص عن الركب أمامنا دور خاص لنلعبه وهو إشراك الشباب بشكل فعال في مؤسسات صنع القرار